السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الأول المتوسط نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع حل كتاب اللغة الفصل الثاني ومعنا اليوم الدروس اللغوية هو الصنف أو الصنف اللغوي والجمع السالم سواء كان هذا جمع مذكر أو مؤنف وملحقاتهما تذكر أن الاسم ينقسم من حيث دلالته العددية إلى مفرد ومثنى وجمع والجمع ينقسم إلى قسمان جمع سالم وجمع تكسير والجمع السالم ينقسم إلى قسمان جمع مذكر سالم وجمع مؤنف سالم أقرأ وتأمل بلادنا قوية وغنية برجالها المخلصين لاحص كلمة المخلصين الحمد لله رب العالمين لاحص كلمة العالمين شاهدت بلادنا تطورا متسارعا خلال العشرين سنة الماضية بلادنا ولله الحمد تتمتع بكل الإمكانات والطاقات دامت المملكة على وضع القطط في مختلف المجالات المواطنات الصالحات أولا عزيمة وإرادة أحلل أولا إذا كان مثنى مخلص هو مخلصان فما جمعه جمع كلمة مخلص مخلصون ما الفرق بين صورة المفرد مخلص وصورة الجمع مخلصون هو إضافة الواو والنون على المفرد إضافة الواو والنون على المفرد صورة الجمع هي صورة المفرد نفسها لكن بزيادة ما هي؟ هي الواو والنون أو الياء والنون الواو والنون أو الياء والنون ماذا نسمي هذا الجمع الذي سلمت صوره أو صورة مفرده من أي تغيير في الحروف والحركات مواطن مواطنون هذا الجمع يسمى جمع سالم أو جمع مذكر سالم إذا كان يعبر عن المذكر وإذا كان يعبر عن المؤنث صار جمع مؤنث ثالم ولكن الجمع الذي لدينا هو جمع مذكر سالم ما الجمع الذي يدل على الإناس من كلمة مخلصين هو كلمة مخلصات ما مفرد كلمة مخلصات مخلصة هل هناك فرق بينه وبين صورة الجمع نعم هناك فرق الزيادة نعم زيادة الألف والت على المفرد صورة الجمع هي صورة المفرد نفسها لكن بزيادة ما هي الزيادة الزيادة هي الألف والت ماذا نسمي هذا الجمع الذي سلمت صورة مفرده من أي تغيير في الحروف والحركات كلمة مواطنة ومواطنات هذا يسمى بجمع المؤنف السالم أستفيد من الإضاءتين السابقتين في إكمال حقول هذا الجدول الجمع السالم ومفرده ونوعه من حيث التذكير والتأنيث ومفرده عاقل أم غير عاقل لدينا كلمة سالمون ومفردها سالم وهذا جمع مذكر هذا جمع مذكر التأنيث في مفرد لا يوجد علامة تأنيث لأنه مذكر ومفرده مفرد سالمون سالم وهي عاقل أي للإنسان العاقل أو للشخص العاقل كلمة فاطمات ومفردها فاطمة ونوعها مؤنف وعلامة التأنيث أو علامة التأنيث المفرد نجد كلمة فاطمة تنتهي بالتاء المربوطة إذن علامة التأنيث هي التاء المربوطة والمفرد هنا عاقل أنه دل على إنسان فهذا مفرد عاقل كلمة مجالات ومفرده مجال كلمة مجالات مفردها مجال وهذه الكلمة نوعها مذكر هل مفرد هذا المفرد يحتوي على علامة التأنيث لا لا يحتوي على علامة التأنيث كذلك سالم لا يحتوي مفرده مفرد مجالات مجال هل هو عاقل لا هذا غير عاقل هذا الاسم غير عاقل كلمة مجال غير عاقل كلمة طاقات ومفرده طاقة هل هي مذكر أم مؤنف مؤنف كلمة طاقة مؤنف ما علامة التأنيث علامة التأنيث التاء المربوطة مفرده عاقل أم غير عاقل مفرده غير عاقل الأولويات أو الأوليات ومفردها الأولى ونوع هذه الكلمة من حيث التذكير والتأنيف نوعها مؤنث الأولى مؤنث وعلامة التأنيف هنا في هذه الكلمة كلمة الأولى علامة التأنيف هي الألف المقصورة الألف المقصورة في نهاية الكلمة هل دلت على عاقل أم غير عاقل هذه الأولى تدل على العاقل وغير العاقل معا أي تصلح للعاقل وغير العاقل أقول المرتبة الأولى أو أقول الفتاة الأولى أو المعلمة الأولى أو السيدة الأولى كلمة العالمين هذه الكلمة جمع ومفردها عالم عالم عفوا مفردها عالم والجمع عالمين ونوع هذه الكلمة مذكر علامة التأنيف لا يوجد علامة التأنيف لأنه مذكر دلت على عاقل أو غير عاقل تدل على العاقل وغير العاقل فأقول عالم الإنسان وأقول عالم الحيوان وأقول عالم النباتات كلمة أولاد وهذه كلمة جمع ومفردها وهذه الكلمة مؤنث تدل على العاقل وغير العاقل فيه كأن جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر ننتبه أبنائي على أكثر من إثنين حتى لا نخطئ جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من إثنين بزيادة وونون على آخر مفرده في حالة الرفع أو يونون في حالتي النصب والجر مع سلامة صورة المفرد هذا هو المهم لأنه سالم ومعنى كلمة سالم أن مفرده سليم من التغيير أما جمع المؤنث السالم فهو أيضا جمع فدل على أكثر من إثنتين جمع فدل على أكثر ومؤنث أكثر من إثنتين بزيادة ألف وتاء على آخر الإسم المفرد مع سلامة كلمة سالم يعني سلامة صورة مفرده من التغيير ثلاثة يلحق بجمع المذكر السالم ويعرب إعرابه كلمات منها ألو هذه ملحقة بجمع المذكر السالم وألفاظ العقود مثل 20 من 20 إلى 90 هذه تلحق بجمع المذكر السالم وكلمة عالمون وسنون هذه أيضا ملحقة بجمع المذكر السالم وتعرب إعرابه أي ترفع بالوا وتنصب وتجرب الياء أما بالنسبة لجمع المؤنث السالم فالحق به كلمة أولاد وتعرب نفس إعرابه ترفع بالضمة وتنصب وتجرب الكسرة نون جمع المذكر السالم تكون دائما مفتوحة لابد أن نفرق بين جمع المذكر السالم والمثنى نون المثنى تكون مكسورة أما نون جمع المذكر تكون مفتوحة دائما وتحذف في حالة الإضافة لأنها عوض عن التنوين في الإسم المفرد هذه هي القاعدة تعالوا نطبق ذلك أسمي صورتيني في القرآن جاءت على صيغة جمع المذكر السالم لدي صورة المؤمنون وصورة الكافرون ولدي الكافرون هذه دلت على جمع المذكر السالم انتهت بالواوي والنون أخاطب بالعبارة الآتية الجمع بنوعيه وأغير ما يلزم أنت مواطن صالح تحمل وطنك في قلبك وتحفظه في سلوكك وتحرص على تقديم صورة مشرقة عنه أخاطب بالعبارة الآتية الجمع بنوعيه أي جمع المذكر فأقول أنتم مواطنون تحملون وطنكم في قلوبكم وتحفظونه في سلوككم وتحرصون على تقديم صورة مشرقة عنه أما بالنسبة لجمع المؤنث السالم فنقول أنتم مواطنات صالحات تحملن وطنكم في قلوبكم وتحفظونه في سلوككم وتحرصن على تقديم صورة مشرقة ثلاثة رأيت المهندسين يعملون بجد رأيت المهندسين المهندسين يعملان بجد أقارن بين كلمة المهندسين في الجملتين من حيث دلالتها على العدد وضبط حروفها رأيت المهندسين يعملون بجد رأيت المهندسين يعملان بجد كلمة المهندسين الأولى هذه دلت على المثنى المهندسين يعملون فدلت هذه على الجمع فعند ضبطها فنضع فتحة على النون هكذا المهندسين وكسره تحت حرف السين أما رأيت المهندسين يعملان فهنا الفعل يدل على المثنى انتهى بالألف والنون دل على المثنى فنقول المهندسين فنون المثنى مكسورة هذا هو الفرق بين الكلمتين من حيث العدد المهندسين دلت على الجمع المذكر السالم والمهندسين دلت على المثنى أكتشف الخطأ فيما يأتي أصوات جمع مؤنث سالم هذا خطأ لأن كلمة أصوات هنا إذا حزفنا الألف والتا فلن نجد المفرد نجد كلمة ليس لها معنى أو لها معنى آخر وهي كلمة أصو ولابد لجمع المؤنث أن يدل على أكثر من إثنتين وهذا مفرد أصوات صوت وكلمة صوت مذكر فعند جمعها نجمعها جمع تكسير فتصبح أصوات فليس كل كلمة تنتهي بالآلف والتا تعتبر جمع مؤنث سالم لأنه لابد في جمع المؤنث السالم أن الألف والتا تكون زيادة على المفرد ويكون المفرد سالم أي ليس به أي تغيير فهنا الخطأ أن كلمة أصوات جمع تكسير لأن صورة المفرد قد تغيرت مساكين هذه الكلمة جمع مذكر سالم هذه أيضا غير صحيح هذا كلام غير صحيح لأن جمع المذكر السالم هو مدلة على أكثر من إثنين بزيادة يأوانون أو ووانون على مفرده بعدم تغيير صورة المفرد فإذا حذفنا اليأوانون أصبح لدي كلمة مساك وهي ليست مفرد كلمة مساكين فمفرد كلمة مساكين مسكين فهذا جمع تكسير فكلمة مساكين جمع تكسير ومفردها مسكين والسبب أن هذه الكلمة غير صحيحة لأن صورة المفرد قد تغيرت فهذا ليس جمع تكسير عفوا فهذا ليس جمع مذكر سالم لأن جمع المذكر السالم يكون مفرده على صورته أي لم يتغير وتكون الزيادة إما يأوانون أو ووانون الواجب المنزلي أملأ الفراغات بجمع مذكر أو مؤنث سالمين مناسبين نقط وباء خطير يدمر المجتمعات فأملأ هذه الجمل أو هذه الفراغات بجمع مذكر أو جمع مؤنث فأقول مثلا الفيروسات وباء خطير يدمر المجتمعات الحكومة تقدر تقدر هي فهنا تكون الكلمة التي سوف نضعها جمع مذكر أو جمع مؤنث سوف تكون مفعول به فنقول الحكومة تقدر المعلمين المخلصين المواطنات نقط شمس الهداية المواطنات الصالحات أقامت الوزارة في الرياض أو في الرياض مركزا كبيرا لرعاية الموهوبين أو المتفوقين هكذا أعزائي نكون قد أنهينا هذا الصنف اللغوي جمع الجمع السالم وملحقاته ألقاكم على خير بإذن الله تعالى مع الأسلوب اللغوي النداء لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته